أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحكم بما أنزل الله يقول الله تبارك وتعالى إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاتَ فِيهَا هُدًى وَنُورٍ يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين الآية الله تبارك وتعالى أعطى الإنسان العقل وعن طريق هذا العقل يتميز الإنسان عن سائر الكائنات والمخلوقات الحية على وجه الأرض فهو يفكر ويعقل ويبتغي الأسباب ويقايس الأمور ويدرس ويجرب ومع إعطاء الله هذا الإنسان العقل هيأه لطريق الخير وطريق الشر قال تعالى وهديناه النجدين وترك له ربنا تبارك وتعالى حرية الاختيار فبعقله إذا عقل عرف الحق واتبعه والحق مطاعة خالق هذا الكون وخالق الإنسان والحياة ولكن قد تغطي العقل شهوات ومصالح وأناليات وحب تسلط وغير ذلك على هذا الإنسان فينحرف عن طاعة الله ويصبح عبدا لغير الله فلم يترك الله تبارك وتعالى الإنسان هكذا يضيع ويظل إنما أرسل له الرسل في كل المعمورة ذكر لنا القرآن جانبا من أسماء الرسل 25 نبي وقال تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص ولكن هذه الآيات التي بين أيدينا تتحدث عن منطقة هي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لماذا؟ وما هي أصول الدين أو أصل الديانات السماوية كلها؟ أصل الديانات السماوية كلها لا إله إلا الله يعني لا طاعة ولا خضوع ولا تبعية ولا تقديس إلا لله خالق الكائنات أما غير الله فهو مخلوق إن كان من بيت النمر وإن كان بيت الكذا وإن كان من جماعة كذا وإن كان من جماعة كذا كلهم مخلوقات الطاعة والتبعية لخالق الكون والإنسان والحياة قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ يعني يعبد الله ولا يعبد غيره وهذا معنى لا إله إلا الله أي لا طاعة ولا عودية ولا خضوع إلا لله هل يحتاج الإنسان إلى طاعة ربه؟ نعم الإنسان يحتاج إلى نظام وأسس تحدد العلاقات بين الناس في مجتمعات متعددة أو في مجتمع واحد لا بد للإنسان من هذه الأسس لأن الإنسان اجتماعيا بطبعه يعيش في جماعة ليس كالحيوانات ترضع وليدها بعض الحيوانات أسابيع بعض الحيوانات شهر بعض الحيوانات أشهر ثم يستغني بنفسه عن أمه وتستغني عنه أمه فيذهب ليشق طريقه في الحياة طعاما وشرابا وتناسلا بنظام دقيق يخضع فيه الحيوان لربه سبحانه وتعالى إلا الإنسان فإن له متطلبات كثيرة لا يستطيع أن يصل إليها إلا بمعاونة غيره من بني الإنسان يولد ضعيفا وفي الحيوانات تولد أقوى من الإنسان مجرد ما يولد أو يخرج الصوص من البيضة قوم على رجلها ويسعى جنب أمه بجانبها تعلمه فينقر الطعام ويأكل الحيوانات الأخرى الثدية مجرد ما يولد الحيوان يقف على رجليه ويسعى هو لسدي أمه أما الإنسان إذا تركته أمه لو لا العاطفة التي وضعها الله تبارك وتعالى في قلب هذه الأم الحنون لمات هي ترفعه إلى ثديها وتلقمه الثدي إذا ما حطرته في تأمه هو مش ما بفهم ولا بيعرف حتى يرضع ويشبع وفي المرة الثانية والثالثة وإلى أن يفطن أمه تحتاج أن تحمله أمه إلى ثديها ثم يبدأ بالطعام شيئا فشي ثم يكبر وهكذا إلى أن يبلغ سن التمييز وفي كل هذه الأوضاع يحتاج إلى أم تساعده وتغسله 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 ويحتاج إلى أب يشتري وينفق ويطعم فهو بحاجة إلى غيره والأب عندما يعمل بحاجة أيضا إلى آخرين يتبادل معهم المنافع يحتاج إلى البيع إلى الشراء إلى كذا من الذي يضع الأسس التي تحكم المجتمع بأكمله والأفراد في هذا المجتمع فلان يتسلط لأنه من آل كذا لأنه ملك كذا لأنه لا فلان ولا علان الإنسان إذا تسلط على الإنسان يذيقه مرارة الهوان قال تعالى عن فرعون استخف قومه فأطاعوه كانوا خفيفين المفروض أن لا يطيع مخلوقا مخلوقا إلا كما يرسم الخالق أو كما يحدد المصدحة إذا تسلط إنسانا على مجموعة بشرية لا يوجد شيء يحدد رغباته ومصالحه هو يستطيع بقانون يحدد مصالح الناس ولكن مصالحه مفتوحة بقانون أقولها الجماعة أرهابية قتلون خطت قلب الله تبارك وتعالى يقول النفس معصومة لا تقتل إلا بكذا إلا بأسباب القتل الجريمة أو الإستاذ في الأرض أو إلى آخره هو لا المتسلط يستبيح القتل لمجرد الحفاظ على مصالحه ونفسه وجماعته ليمتد تسلطهم ولذلك ذكرت مرارا أنا ما يسمونه اليوم الإرهاب ينطبق عليهم لاخترع كلمة الإرهاب المتسلطون من الحكام ومن بيدهم السلطة إذا عذبوا الناس وأجبروهم على أنهم يخضعوا لسلطانهم بالإكراه بالسلاح بالتعزيب بالأمن فهؤلاء هم الإرهابيون أما الشعوب عندما تريد أن تتحرر من هؤلاء الإرهابيين فهؤلاء الشعوب متحررون من العسكر والإرهاب وليسوا إرهابيين ولكن في عصر الدجل كما قلت مرارا إن قلبت الشوية صار الإرهابي هو المخلص والمنقز مع أنه يقتل الناس والذي يقتل ومسالم ويطالب حريته بلسانه إرهابي ينبغي أن يقضع ولا يفتح فمه هكذا يريد فرعون فرعون العسكري أو فرعون العسكري أيًا كان فالديانات السماوية كلها واحدة من عند الله وكلها تأتي للناس بلا إله إلا الله أي تحررهم الهدف منها تحرير الناس من العبودية لغير الله وجعلهم عبيدا لله لأن الإنسان إذا ترك العبودية لله صار عبدا لغير الله حتى أهوأه لا يجيز الله تبارك وتعالى للإنسان أن يكون عبدا لهواه لا أفرأيت من اتخذ إلهه هوه وأظله الله على علم لمن يكون مصلحته هي المطاعة وهي الإله تراه يكون مع الظالم من أجل مصلحته تراه يكون مع كذا فهذا الظلم وهذا التسلط من أجل أن يصل إلى مصلحته يكون مع المتسلطين بذل أن يكون مع المتحررين يساعد في تحريرهم فهذا ما تبينه لنا الآيات الإنسان جاءته رسالة من ربه على مر العصور رسالة تتلو رسالة في مجتمعات متفضقة في كل الأرض وفي منطقة الشرق الأوسط بالذات لأن هذه منفتحة على كل العالم تمهيداً لبعثة الدين السماوي الكامل العام الشامل لكل البشرية في هذه المنطقة كان منبعه ومقره وانتشاره في الأرض فالآيات التي بين أيدينا تبين أعظم تكتل كان في مصر عندما كان يحكم فرعون مصر لا ملك مصر ملك مصر عندما قال لعسكره وجنوده عن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام قال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي ما قال عنه ربنا فرعون ملك ملك يحكم بالعدل لا يحكم بالظلم لا يكره الناس على استماع رأيه وعلى ما يريد مثل العسكر في القرن العشرين المجرمون يكرهون الناس على ما يريدون بعدين يقولوا هؤلاء يرهابيين قتلوهم سجنوهم طالع قرارات بالحكم بالسجن الناس عبيدك هذه عبودية أسوأ من العبودية التي كانت في زمان فرعون القديم أيها الناس دين الحق وتحرر من العبودية لغير الله أيا كان هذا المعبود قدست الشمس قدست القمر قدست النجوم قدست في ناس عبدوا فرج المرأة في ناس عبدوا كل هذا اتباع للهوى والشهوات هناك من عبد الأصنام وراء الأصنام فرعون أو دجال يتسلط على الناس كل هذه نسفها تنسبها الأديان السماوية حيث تبين للناس لا إله إلا الله أما تتمت الشهادة في ديننا محمد رسول الله لا يكون الإنسان مؤمن حتى يقرر بالرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم ماذا تعني إقرار الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل يعني إيه المسيحية يهود كله معنا أمنهم الله وبقولوا لا إله إلا الله لا ما يكفي لأن الإقرار بأن محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله معناها لا نأخذ شيئا من السلوك والدين والأسس الهامة في حياتنا إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم فتكون الحرية صحيحة أطاع لله كاملا لا يأتي واحد من الناس يقول أنا ولي وأنا بدري إيش وكذا شفت ابنومي كل واحد يعمل كذا يصرح لي دقني ويخدمني لا فأخذه محانك أو استأجر خادم شوف ابنومك ما تريد نحن لا نأخذ حلال أو حرام أو واجب أو ممنوع اللي بسموه قوانين حالية إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم عن ربي فهذا معنى الإقرار بأن محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إذن الأديان السماوية جاءت لتحرير الإنسان من التسلط أي تسلط كان وأقبح أنواع التسلط وأهمه انتشارا في الكون هو تسلط الإنسان على الإنسان قد يكون أعيد قد يكون تسلطه من أهوائه وشهواته على نفسه تتسلط على أهوائه فتجعله عبدا لغير الله نموذج لا أذكر إذا كان ذكرته قديما أم لا كيف أن الشهوات تجعل الإنسان كالعبد الخاضع المطيع في بلد من المولان أحد البشوات كان يخيف الناس وكان عظيبا إلى آخره ولكنه كان يواظب لا يواظب في المسجد يواظب عند الراقصة فلانية والله ما أعرف اسمها ذكروا في الكتب أحوال هذه القضية قديمة كان عند الراقصة فلانية تحبه ويحبها ويشرب عندها الخمور العاخلي يوم من الأيام اختصبوا ظن حاله وباشا فعلا ما هو عبد لشهده شتم وسبقت تتحقرني أمام الناس طيب يا بيه يا باشا يا مدرش مرت الأيام وحن إليها وحاول أن يستلطفها فزعمت له أنها رضيت عنه ودعته إلى بيتها في يوم كذا في ساعة كذا فقال ألبي على رأسه وأخبرت أرسلت خادمتها إلى زوجته تقول لها إن طلبت زوجك في يوم كذا في الساعة كذا فأتي إلى حي كذا بناي رقم كذا إلى آخرين فيلا رقم كذا المرأة تخاف على زوجها كل مرأة في العالم جاءت المرأة مسلعة في الوقت المحدد قرعت الباب باب الفيلا فتحت لها الخادمة تفضلي أجلست لها في مكان مخصص لها جاء الباشا فأدخل إلى غرفة واستقبلته هذه الراقصة فنانة سموها فنانة وأدارت له كأس الخمر كذا قالت المبسوط يا بي يا باشا قال لي أيوة قالت له انزل على الأرض يا باشا انزل على الأرض على ركبه على أيدي كالحمار يعني انتظت ظهره ركبته عليه أمشي يا باشا مشي يا باشا الحزاء للمرأة هذا الكعب عالي اسكربينة ما أدريش تسمونه لا تأخذوني أنا زي أخطأت في هالأمور ولكن المهم تفهموا علي قال لي يا باشا ناولني اسكربينة هذا الحزاء ناولة فردة الحزاء حطته على رقبته أمشي يا باشا مشي يا باشا يمين يا باشا دخل الباب يا باشا دخل الباب يا باشا وصل أمام كرسي ورأى من الكرسي يعني رجلين رأى أمد الله نفع رأسه وإذا بها زوجته جلسته بغرفة امشي يا باشا وقف الباشا طلعت في زوجته وهذه الماجينة تركبه ظهره قالت له زوجته تهي عليك يا باشا تهي عليك يا باشا قامت انصرفت طبعا زعي الغضاء ما ردت عليه قامت له واحدة ووحدة بهندلتني وانا سويت لك المالم ما الذي جعل الباشا ينزل على ركبتيه وتركبه هذه المرأة والله لو كانت زوجته ما على شيء من اركبات اركبوها اما مرأة كل يوم لا تردوا لذا لامس ينزل الباشا على الأرض من أجلها والناس تخافون الباشا أليست هذه شبه عبودية ما الذي أوصله الى ذلك شهوته زعم انه بحبه وكذا والآخر بقضي وقت معه وبتمتع يتمتع بزوجته يتمتع بزوجه ثاني ضمن حدود الشرق ولكن هؤلاء نسأل الله العافي لا يفقهون ذلك لا يفقهون إلا تحقيق مصالحهم وشهوتهم فيها خير ما فيها خير فيها ضرر سلطه فيها ضرر نفسه فربنا تبارك وتعالى حرر الإنسان حتى من أهوائه وشهوته لأنه يمكن عن طريق أهوائه وشهوته يكون عبدا لغير الله أفرأيت من اتخذ إلهه وهواء وأضله الله على علم إذن الديانات السماوية كلها واحدة والمستعرض للقرآن كل الأنبياء جاءوا قومهم ب لا إله إلا أنا فاعبدوا لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك إلى آخره فكل الديانات تحرر تدعو إلى تحرير الإنسان من التسلط من تسلط الإنسان نفسه أو من تسلط الإنسان غيره عليه ليعيش حرا عبدا لله ولا يشرك في عبوديته مع الله أحدا الله تبارك وتعالى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنزل ديانات هامة بدءها من إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء الذي كان ذريته في بلاد الشام ثم انتقل سيدنا يوسف إلى مصر ما نريل أن نطيل عليكم اقرأوا هذا القصص في القصص القرآني الذي لأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه ثم جاء أبو يوسف وإخوته إلى مصر واستقروا في مصر وكانوا من حكام مصر ومن الذين يستفيدوا منها الناس من المؤمنين في مصر ثم انقلب الوضاع فصار الحكم فرعوني وتسلط فرعون مع قومه الأقباط في مصر فأذلوا بني إسرائيل وهضموهم حقوقهم واستعمدوهم فكانوا يقتلون الزكور ويتركون الإناس للخدمة وقتل الزكور خشية أن يطلع منهم واحد أن يخرج من هذه الزكور بني إسرائيل واحد يقتل فرعون فحفاظا على روحه وعلى كرسيه مستعد يقتل نصف البشر مثل ما يحصل من فراعنا في القرن العشرين فربنا تبارك وتعالى يبين لنا أن الاحتكام ينبغي أن يكون إلى شرع الله هكذا أنزل الله في هذه المنطقة على موسى عليه الصلاة والسلام في مصر ثم انتقل إلى بلاد الشام وعلى ذرية بني إسرائيل تتوالى فيه والأنبياء نبيا بعد نبي ثم آخر أنبياء بني إسرائيل سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام أيضا جاء ليركز أمر الاحتكام إلى الله الحكم لله ثم الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم في دين سماوي يطيع الله الناس فيه ربهم دين عالمي لكل العالم يقول الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا التوراة لماذا أنزلت التوراة في مصر ومصر لها طريق ما كان في قناة السويس لها طريق على بلاد الشام وعلى الحجاز وعلى منطقة الشرق الأدنى والأوسط إننا أنزلنا التوراة فيها هدى ونورا الهدى الكاشف للبيان النور الكاشف للبيان موضح والهدى البيان الطريق المستقيم الصحيح فلا توجد شبهات إلا بيّنتها التوراة لا يوجد شيء يسيطر على العقل أو يضع عليه غشاوة إلا وضحته التوراة ونورت العقل ونورت الكائن الإنساني يحكم بها النبيون يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا أنبياء بني إسرائيل كانوا يحكمون بشريعة موسى عليه الصلاة والسلام وهي التوراة التي أنزلت في التوراة النبيون الذين أسلموا ما معنى أسلموا؟ يعني استسلموا لأمر الله كما أنزل لهم في التوراة لمن يحكمون؟ للذين هادوا للذين هادوا يعني لليهود يحكمون بينهم ببعيشة بالتوراة لا برأي فلان ولا بقول فلان ولا بالقانون اللي بساوي فلان حتى يتسلط عن الناس وقولهنا أنا أنا أحرر قر لا الأديان السموية ما فيها لا دجل ولا كذب ولا فساد أمر الله ثبت أنه من عند الله هذه التوراة يحكمونها يحكم بها النبيون للذين هادوا الذين أسلموا أستسلموا لأمر الله تبارك وتعالى يحكمون اليهود ومن يحكم أيضا فيها بعد النبيين والربانيون الربانيون هم العباد والأحبار الأحبار جمع حبر والحبر العالم يعني العلماء أيضا يحكمون بالتوراة يحكمون الناس بحكم الله في التوراة بما استحفظوا من كتاب الله بما جعلهم الله حفاظا لكتاب الله وهو التوراة يحافظون عليه ويحفظونه ويقيمونه على أنفسهم وعلى بقية الناس وكانوا عليه شهداء كان هؤلاء النبيون ومن معهم من العباد والفقهاء العلماء رقباء يحافظون على نصوص التوراة كاملة ويشهدون على أنها حق منزلة من عند الله ويدعون الناس إلى تمثيلها وتنفيذها وامتثال أمر الله تبارك وتعالى فيها ألفت النظر الكلام سياقه عن اليهود ولكن آخر الآية تدل على أن هذا مطالب به كل البشرية لا بالنسبة للتوراة إنما بالنسبة لحكم الله المنزل من عند الله يعني نحن إذا كان في علماء مسلمين ينبغي أن يلتزموا بأحكام القرآن إذا لم يفعلوا ذلك فكذابين لا العلماء ولا شيء لأن العباد يعبدون الله كما أنزل في كتابه في زمن موسى في التوراة في زمن عيسى في الإنجيل والتوراة في زمن محمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا بالقرآن فلا تخشوا الناس الخطاب لبني إسرائيل فلا تخشوا الناس واخشونه إذا كان الكتاب قائما وهو التوراة من عند الله فلا تخافوا من الناس فلا تذكروا صفة محمد صلى الله عليه وسلم لا واضحوا الحق للناس وبيّنوا أن الله سبحانه وتعالى سيرسل كما هو بالتوراة محمد صلى الله عليه وسلم بصفات كذا ويكون مبعثه في كذا ومهجره إلى منطقة فيها نقل إلى أخذ كما جاء في بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول الله لهم وَلَتَشْتَرُوا بِآيَاتِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا بعض اليهود أو كل اليهود ورؤسائهم على رقصهم أنه قسم منهم تبع ما بيفهمهم رؤسائهم العباد والأحبار إنهاهم الله أن يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ما معنى لا تشتروا بآيات الله ثبنا قليلا رفضوا أن يقروا بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق حتى لا يتبعه الناس فإذا الناس اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بدين محمد صلى الله عليه وسلم من يطيعهم بعد ذلك ويتأخذون منه الأموال يتسلطون عن طريق سيادتهم إلى على الأموال والأعراض وإلى أخوى الأشخاص ولذلك من أجل تحصيل هذه الأمور الدنيوية يشترون بآيات الله ثمنا قليلا فينكروا صفة محمد صلى الله عليه وسلم ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال البراء ابن عازم وابن عباس والحسن البصري وغيرهم نزلت هذه الآيات في أهل الكتاب وقال عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي قال نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل ورضي الله لهذه الأمة بها يعني جاء الحكم في آخرها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولاكم الكافرون ليس فقط من أجل بني إسرائيل كان يقول وإذا لم يحكم بني إسرائيل ما أنزل الله قال ومن لم يحكم النص عام لكل البشرية لذلك قال السدي قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يقول من لم يحكم بما أنزلت فتركه عمدا أو جار في حكمه وهو يعلم فهو من الكافرين وقال ابن عباس ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال من جحد ما أنزل الله يعني أنكر أنكروا بلسانه أو أنكروا بعمله ما بدي حكم الله أبطالب بحكم غير حكم الله يعلم ما بدي حكم الله فهو ينكره من جحد ما أنزل الله فقد كفر ومن أقره ولم يحكم به فهو غالما فاسق أقر بأنه هذا أنزل الله بس ما بنت حكم الله فهو أيضا خرج عن شرع الله وخرج عن دين الله كما روى ابن جرير عنه ذلك فالكفر بمستوياته المختلفة من إنكار وجود الله وإلى عدم تطبيق شريعة الله لعباده ويلحق بذلك من يأخذ قوانين مخالفة للإسلام ويفرضها على المسلمين كل أولئك يسيرون في الكفر فالكفر بأنواعه هو الذي يدفع فردا أو جماعة من الناس إلى عدم تطبيق شريعة الله ما بريد الطبق شريعة الله قولوا عن الإسلام سلاسي قولوا مدريش لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يطبقوا شريعة الله فهذا هو الكفر الكفر سواء كان عن جحود أو عن اقرار مسلمين نحن يا أخي تكفرنا ما بصير ايه؟ احتكموا إلى الله لا لا هذا إسلام سياسي بابنه فكل هؤلاء والعياذ بالله تعالى يدفعهم إلى عدم امتثال أمر الله وحكم الله يجمعهم الكفر وإن تظاهروا بالإسلام أو غيره فيكونون ابن المنافقين والعياذ بالله تعالى ونتم هذه الأفكار إن شاء الله في حلقات قادمة والحمد لله رب العالمين أفلا يتدبرون مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين شكرا للمشاهدة